اشتركوا في القناة عبِّقوا المجلس طيبًا بالصلاة على محمدٍ وآل محمد والله وصلِّ على محمدٍ وآل محمدٍ وعجِّلٍ ورجعٍ وإلعاً وإلعاً يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي يا أم الحسن والحسين أشهد الله وأشهد ولدك صاحب الأمر وأشهد ضلعك المكسور ومتنك المسود أن من سرَّك فقد سرَّ رسول الله وأن من آذاك فقد آذا رسول الله وأن من جفاك فقد جفى رسول الله وأن من قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإني لأقول هذا وعلى يقينٍ أن كل من يسمعني في هذا المكان وفي غير هذا المكان من محبي عليٍ وآلِ عليٍ صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعين تشهدُ قلوبُهم قبل ألسِنتهم وتشهدُ عقولُنا قبل أبدانِنا أنَّنا نُوالِي مَنْ وَالَيْتِي ونُعَادِي مَنْ عَادَيْتِي وأنَّنَّا نَسْخَطُوا على مَنْ سَخَطْتِي عَلَيْهِ وَنَرْضَى عَمَّنْ رَضَيْتِي عَنْهُ نُحِبُّ مَنْ أَحْبَبْتِي وَنُبْغِضُ مَنْ أَبْغَطْتِي إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ إمامُنا السجَّادُ صلواتُ الله وسلامُه عليه يقول والرواية في الكاف الشريف في الجزء الثاني من أجزاء هذا الكتاب في باب فضل القرآن يقول إمامُنا صلواتُ الله وسلامُه عليه آياتُ القرآنِ خزائٍ فَإِذَا فَتَحْتَ خِزَانَةً مِنْهَا يَنْبَغِيْ عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا آياتُ القرآنِ خزائٍ فَإِذَا فَتَحْتَ خِزَانَةً مِنْهَا يَنْبَغِيْ عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا وهذه خزانةٌ من خزائن كتاب الله إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ويقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه والرواية أيضاً في الكاف الشريف في الجزء الأول من هذا الكتاب في باب فضل العلم ماذا يقول سيد الأوصياء ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادةٍ ليس فيها تفكر وهو يشير إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبر وصادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب سليمان بن خالد أحد أصحابه يا سليمان إن الله جعل لك قلبًا ومسامع والإمام هنا يشير إلى مسامع القلب أهل البيت أخبرونا بأن لقلوبنا عيوناً وبأن لقلوبنا مسامع وإلى هذا تشير الآية الشريفة وتعيها أذنٌ واعي الأذنُ الواعي هي أذنُ القلب إن الله جعل لك قلبًا ومسامع فإذا أراد الله برجلٍ خيرًا فتح مسامع قلبه فتح مسامع قلبه لأي شيءٍ فتح مسامع قلبه للهدى فتح مسامع قلبه للرحمة وللمعرفة وللنية الصادقة فإذا أراد الله برجلٍ خيرًا فتح مسامع قلبه وإذا أراد به غير ذلك غير الهداية وإذا أراد به غير ذلك سد مسامع قلبه وتلك هي الأقفال كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام أم على قلوبٍ أقفالها الإمام يتحدَّث عن هذه الآية فيقول تلك هي الأقفال أم على قلوبٍ أقفالها هذه الآية يحفظها حتى صغارنا إنّا أعطيناك الكوثر أنا هنا لا أريد أن أبين معنى الآية وفقًا لما جاء في كتب التفسير وإن كان الذي أذكره لن يخالف ما جاء في كتب التفسير لكنني أريد أن أقف عند هذه الآية وقفة المتدبر ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبر كما قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أريد أن أقف في فناء هذه الآية كي أتدبر شيئًا مما جاء في خزانتها ألم يقل إمامنا السجاد كما ذكرت قبل قليل إن آيات القرآن خزاءٍ فمن فتح خزانةٍ ينبغي عليه أن ينظر ما فيها والخزانة هي الموضع أو المحل أو الصندوق أو المكان أو الوعاء أو العيبة التي يحفظ فيها الإنسان أعز ما عنده فهذه خزانةٌ من خزائن كتاب الله إنا أعطيناك الكوثر الكوثر في لغة العرب بحسب الميزان الصرفي هي توزن على وزن فوعل وهو من الأوزان القليلة في كلام العرب كوثر على وزن فوعل والكلمات على هذا الوزن قليلة في كلام العرب الكوثر بنحوٍ عام في لغة العرب تعني الشيء الكثير 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 جداً الكوثر هو الشيء الكثير جداً لكن هناك خصوصية لهذا الشيء الكثير ومن لغة العرب العرب يُسَمُّونَ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ يَمْلِكُ مَالًا كَثِيرًا جِدًّا وفي نفس الوقت هو كريمٌ جِدًا يُكْرِمُ بِكُلِّ مَالِهِ يُسَمُّونَ هَذَا الرَّجُلْ بِالْكَوْثَرِ الكوثر إذن هو شيءٌ كثير ويصدر منه شيءٌ كثير والكوثر في لغة العرب النهر النهر الذي يغزر ماءه حينما يكون النهر موَّاجًا غزيرًا ماءه يتدافع بعضه تلو البعض ويسقي كثيرًا يرد إليه الكثيرون فيشربون ويصدرون يصدرون عنه يُقالُ له الكوثر ومن هنا جاءت تسمية حوض الكوثر بالكوثر سُمِّي حوض الكوثر وتعرفون من هو ساقيه في رواياتنا هناك حوضان يُسمَّيان بحوض الكوثر حوض الكوثر الذي تعرفونه وتسمعون عنه في يوم القيامة ذلك الحوض الذي ماءه لا ينضب وشرابه لا ينتهي شرابه متواصل ومن يشرب منه لا يضمأ لذلك سُمِّي بالكوثر ماءه كثير وهو يُعطي الكثير يشرب منه الكثير والذي يشرب منه لا يضمأ بعد ذلك سُمِّي بالكوثر لأنه في نفسه كثير وعطاؤه كثير وهناك حوض ثاني يُسمَّى بالكوثر ربما يغفل الكثير عنه أو ربما لم يسمع به الكثير وهو حوض علوي في الدنيا في رجعة علي الروايات أخبرتنا الروايات قالت بأن حوضاً في الدنيا أيضاً في رجعة علي والساقي عليه علي صلوات الله وسلامه عليه هو حوض آخر يُسمَّى بحوض الكوثر ويحمل نفس الأوصاف بعد هذه البيانات وإن كانت موجزة اتضحت لنا هذه الصورة أن الكوثر الشيء الكثير في نفسه والذي يصدر عنه الكثير الذي يفيض بالكثير فما هو هذا الكوثر الذي أعطي لرسول الله قطعاً من نفس السورة في آخر السورة الآية الثالثة إن شانئك الأبتر هناك مقابلة هناك كوثر وهناك أبتر وإنما تُستبانُ الأشياء بأضدادها أو من أضدادها تُستبانُ الأشياء من أضدادها أو بعضدادها بواسطة أضدادها هذه الباء للواسطة فهناك كوثر وهناك أبتر والأبتر معنى مُضاد للكوثر من الوجهة التأريخية أظن أن المعنى واضح لكثير منكم الذي كان يُسمِّي رسول الله بالأبتر هو العاص ابن وائل السهم وابنه هكذا بالإلصاق عمر بن العاص كان يُسمِّيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبتر وذلك بعد وفاة ولديه القاسم وعبد الله بعد وفاة ولدي رسول الله ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دفن ولده فبدأ يُشنِّئان على رسول الله في نفس الوقت العاص وابنه عمر ابنه بالإلصاق فكانا يُسمِّيان رسول الله بالأبتر والأبتر الذي يُقصد من الذي لا نسل له عندنا رواية الحقيقة لم يكن في بالي أن أذكرها الآن خطرت في بالي هذه الرواية لأنني ما كنت في بالي أن أتحدث عن عمر بن العاص وعن أبيه الرواية موجودة في كتبنا في تفسير البرهان في بحار الأنوار وفي غيرهما رواية منقول عن عمر بن العاص ماذا يقول عمر بن العاص وهو في مصر يقول عن الجماعة في المدينة يقول إن القوم عبثوا بالقرآن وحرَّفوا فيه ألف حرف نحن نعتقد بتحريف القرآن المعنوي للتحريف اللفظي ما بين الدفتين كتاب منزه عن التحريف لكن التحريف الذي وقع في كتاب الله هو في معاني القرآن كتحريف معاوية والذين سبقوه معاوية دفع لسمر بن جندب دخل معه في مزاد مزاد علني قال أريد منك أن تضع الحديث تفتر على رسول الله حديثا فتقول إن الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذه نازلة في عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه قال وأعطيك مئة ألف قال لا فلو رقبته قال مئة ألف ما زاد علني قال لا قال ثلاث مئة قال لا قال أربع مئة أربع مئة قال أما هذه فنعم فوضع الحديث هذا أحد الصحابة معروف سمر بن جندب هذا أيضا من الصحابة والقوم يروون عنه الكثير من الأحاديث في كتبهم فوضع الحديث في أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم والآية معروفة نزلت في علي ليلة المبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراد عمر بن العاص تحريف مثل هذا التحريف نحمي الكلام على هذا المعنى إن القوم عبثوا بالقرآن وحرفوا ألف حرف وإنني قد بذلت مئتي ألف درهم كي أغير إن شانئك هو الأبتر فقالوا إن ذلك لا يجوز لك يعني هم الجماعة الفقهاء الأجلاء قالوا إن ذلك لا يجوز لك يقول فكيف جاز لهم أن حرفوا ولم يجوز لي ذلك لأن هذه القضية كانت واضحة إن شانئك هو الأبتر المراد منها عمر بن العاص بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى لكن القوم يحذفونها ويبعدونها لمن إلى أبيه باعتبار أن العاص بن وائل السهمي قتل ولم يكن من الصحابة أما عمر بن العاص فهو من الصحابة الآية بالدرجة الأولى هي في عمر بن العاص ولذلك قال أنا بذلت مئتي ألف درهم ولم أستطع أن أغير معنى هذه الآية يريد أن يلصقها بشخص آخر والتأريخ كله هكذا بل كتب التفسير كلها هكذا لو أردنا أن نرجع إلى كتب التفسير لوجدنا فيها الشيء الكثير من هذا وعلى أي حال الكوثر المضاد للكوثر في هذه السورة هو الأبتر وأنا لا أريد الحديث هنا عن البعد التأريخ للمعاني التي جاءت في هذه السورة الشريفة فهناك كوثر وهناك أبتر الأبتر الذي لا أصل له الأبتر هو القليل والذي لا يعطي شيئا الذي لا نفع فيه بالضبط مضاد لمعنى الكوثر أبتر ولذلك عندنا في كلمات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل حديث لا يبدأ ببسم الله أو لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر وفي رواية فهو أقطع والأبتر والأقطع بمعنى واحد الآن الحيوان حينما يقطع ذيله يقال له أبتر الأبتر والأقطع بمعنى واحد كل حديث لا يبدأ ببسم الله زياد ابن أبي كان معروف حينما يخطب لا يبدأ ببسم الله لذلك خطب ابن زياد في التاريخ معروفة بالخطب البتراء معروفة في كتب التاريخ إذا أردت أن ترجع تبحث عن خطب ابن زياد خطب زياد ابن أبي وليس ابن زياد معروفة بالخطب البتراء لماذا لأنه لا يبدأ في خطبته بذكر الله وببسم الله كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله وبذكر الله فهو أبتر وروايات أخرى تقول كل أمر ذيبال أي أمر مهم كل أمر ذيبال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر لأن الأمر ولأن الكلام ولأن أي شيء لا يقرن بالله وبآل الله فهو أبتر فهو منسوب إلى نفسه فهو في غاية الافتقار الخطاب في الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حينما نرجع إلى أنفسنا المخلوقات بكل أشكالها هي في غاية الافتقار هي بتراء من حيث هي هي إنما يأتيها الغنى ويأتيها الكمال إذا نسبت إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء لكن من هو الغني الحميد هو الله سبحانه وتعالى فكل أمر ذيبال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر فهو أقطع إذن الأبتر الأبتر هو اللاشي ولا شيء هل يعطي شيئا لا يمكن أن يعطي شيئا فهنا عندنا كوثر وأبتر الكوثر الذات المتكثرة الكثيرة الغنية الوفيرة والتي تعطي الكثير والأبتر اللاشي مقطوع لا قيمة له واللاشي لا يعطي شيء وهذه هي الحقيقة بين علي وآل علي وبين أعدائهم وهذه هي الحقيقة وهذا هو الميزان بين فاطمة وبين أعداء فاطمة هناك جانب هو الكوثر وهناك جانب آخر وهو الأبتر وهذا العمر يستمر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة وفي يوم القيامة تتجلى هذه المعاني بشكل أوضح يتجلى الكوثر واضحا ويتجلى الأبتر واضحا وأقل مراجعة للتاريخ وأن ننظر إلى ما جرى فيه بإنصاف يتجلى معنى الكوثر واضحا ويتجلى لنا معنى الأبتر واضحا أيضا فالأبتر هو لا شيء فلا أريد الحديث عنه لأنه لا شيء كما يقال في كتب الفلسفة في تعريف العدم ما هو العدم هل يوجد تعريف للعدم يقولون العدم هو الذي لا يمكن أن نخبر عنه عدم تعريفه هو هذا العدم هو الذي لا يمكن أن نخبر عنه لأننا لو أخبرنا عنه لكان موجودا فلا أريد الحديث هنا عن الأبتر وآل الأبتر ما هو الكوثر قلت الكوثر الكثير كثير في ذاته وكثير في عطائه فهل المراد من الكثرة هنا هي الكثرة في الذرية كما هو الشائع هذا المعنى صحيح ولكن المراد من الكوثر هنا معنى أوسع وأعم وأشمل الكوثر هو مصدر الفيض فاطمة صلوات الله وسلامه عليها منها صدرت حقيقة الإمامة ولذلك إمامنا الزاك العسكري صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول نحن حجج الله على الخلق على العباد وفاطمة أمنا حجة الله علينا لأنها مصدر الإمامة وهذا هو معنى الكوثر فاطمة الكوثر ليست لأن الذرية جاءت منها هذا المعنى صحيح ولكن ما قيمة معنى الذرية إلى قيمة معنى الإمامة بمعناها الواسع المتسع الذرية أولاد يعيشون في العالم الدنيوي ويموتون وأما الإمامة حقيقة تتسع هذا الوجود بكله بكل طبقاته وهذا هو الكوثر الحقيقي الكوثر الذي صدر من فاطمة والذي أعطي لرسول الله رسول الله الله سبحانه وتعالى يمن عليه هنا يقول إنا أعطيناك الكوثر من عليه أن أعطاه أولادا يعيشون في هذه الدنيا ويموتون الكوثر هو حقيقة الإمامة التي أشرقت من فاطمة وستدخل الذرية وأشرف الذرية تحت هذا العنوان أليس أشرف الذرية الأئمة هم يدخلون تحت هذا العنوان تحت عنوان الإمامة إنا أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الحقيقة التي ستشرق منها حقيقة الإمامة سيصطع منها نور الإمامة وإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليست إمامة محصورة محدودة في هذا العالم وفي هذه الدنيا كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعن سيد الأوصياء آمنت بمحمد ونصرته وآدم بين الماء والطين نفس الكلام غاية الأمر اختلاف في بعض الألفاظ في بعض الحروف وهذا يقتضيه الحال وتقتضيه اللغة وإلا هو هو فالحقيقة واحد إنا أعطيناك الكوثر هذه المنة الإلهية على رسول الله المنة بهذه الجوهرة وقيمة هذه الجوهرة أين قيمتها قيمتها في الإمام وخلاصة هذه الجوهرة أي في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك من علمائنا من يفسر والعاصر بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فهو عصارة الوجود والعاصر 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 هنا مصدر وفقا لهذه الرؤية وليس وقتا ومقطعا من اليوم العاصر يعني حدث العاصر يعني عملية العاصر كما نقول شاهد عدل كلمة عدل ليست صفة وإنما هي مصدر العدل هو حدث العدل ولكننا نصف به الشاهد للمبالغة في المعنى أي كأن هذا الشاهد هو العدل بنفسه وإلا كلمة عدل بحسب الموازين اللغوية هي مصدر هذه مصدر تشتق منها الأفعال والصفات فعينما نقول شاهد عدل يعني شاهد عادل لكننا وصفناه بالمصدر فنفس الشيء هنا العاصر يعني مصدر والمصدر يمكن أن يعطي دلالة بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول ولا أريد أن أتعبكم بهذه الأمور لكن هذا العالم يقول المراد من العصر هو العصارة عصارة الوجود فعصارة الكوثر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكما يقول أئمتنا إن هذا القرآن يجري مجرى الشمس والقمر مجرى الليل والنهار آياته آياته تجري كما تجري الشمس إنا أعطيناك الكوثر يكون معناها في يومنا هذا المراد من الكوثر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فآيات القرآن تجري تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر فما المراد من الكوثر في ساعة هذه وفي يومنا هذا إنا أعطيناك الكوثر هو إمام زماننا وهو الإشارة إليه والسر المستودع فيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها هذا السر من أين يأتي تفيض به حقيقة الكوثر وهذا السر المستودع هو سر الإمامة والخلافة والإمامة والخلافة الإلهية متى تتحقق في كل مظاهرها الإمامة والخلافة الإلهية هي متحققة حتى قبل أن نخلق فهم أئمة الوجود هم خلقوا قبل الخلق ولكن هناك مرحلة من مراحل الوجود هو العالم الأرضي والعالم البشري لم تتحقق فيه إلى الآن الإمامة والخلافة متى تتحقق الإمامة والخلافة في هذه المرتبة من مراتب الوجود تتحقق في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو السر المستودع في هذا الكوثر الفياض تتحقق ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كل هذه المعاني مستقات من عمق روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأننا حتى لو أردنا أن نتدبر فلا يعني أن نتدبر من جيوبنا الخاصة التدبر له أسس وله شرائط وله أصول فهذه هي المنة التي منى الله بها على رسول الله وفي الحقيقة هي هذه المنة علينا ولذلك القرآن نزل كما يقول أئمتنا بإياك أعني واسمعي يا جارة فما جاء من خطاب لرسول الله في القرآن هو خطاب للأمة هكذا قال باقر العترة وصادق العترة وكل العترة صلوات الله عليهم أجمعين إن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة كل الخطابات التي نزلت لا أقول كل الخطابات واحدة واحدة وإنما هناك الكثير من الخطابات التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت بهذا اللسان باللسان إياك أعني واسمعي يا جارة فهذه المنة في الخطاب اللفظي كانت على رسول الله وفي الحقيقة هي هذه المنة الله سبحانه وتعالى من بها علينا لأننا نحن الذين ننجو بهذه المنة رسول الله هو أصل النجاة رسول الله هل يحتاج إلى هذه المنة كي ينجو بها نحن الذين ننجو بهذه المنة نحن الذين نهتدي بهذه المنة إنا أعطيناك الكوثر هذا الكوثر أعطي لنا هذه زهراؤنا ومنها فاض إلينا نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأنا هنا لا أريد في الحقيقة أن أقرأ أو أتناول مصيبة الصديقة الكبرى سأتحدث عن مصابها إنما سأتحدث باتجاه وبوجهة أخرى وإن كان المجلس منعقدا لشهادتها ولكننا يجب علينا أولا أن نعرف قبل أن نبكي حتى نبكي عن معرفة على من نبكي صحيح إن البكاء من العاطفة ومن المحبة يؤجر الإنسان عليه وله تأثير كبير من الجهة الروحية والنفسية والوجدانية والعاطفية على الإنسان لكن الإنسان الحكيم لا بد أولا أن يعرف وبعد ذلك لا بد أن يبكي فنحن بحاجة لأن نعرف على من نبكي نحن نبكي على هذا الكوثر الفياط ولماذا نبكي لأجل الذي جرى على هذا الكوثر الفياط لكن ما الذي جرى أنا سأسلط الضوء على جهات وليس على كل الجهات أجعل كلامي في عدة نقاط النقطة الأولى نحن نقرأ في زياراتها صلوات الله عليها بأنها صديقة شهيدة والروايات موجودة في كتبنا في الكاف الشريف وفي غيره إنها صديقة شهيدة إنها شهيدة ومن خلال هذه النصوص نحن نعرف إن فاطمة قد قتلت لذلك هي شهيدة فهي صديقة شهيدة لكنني ألفت الأنظار إلى رواية لا يتطرق إليها كثيرا رواية صريحة أكثر من هذه النصوص من أنها صديقة شهيدة وهذه الرواية وردت في أوثق كتب الطائفة في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي في باب نوادر الزيارات الرواية عن حماد ابن عثمان وهو من أصحاب إمامنا الصادق الرواية عن حماد ابن عثمان عن صادق العترة الأطهر صلوات الله عليه ماذا قال الإمام الرواية فيها ترصيل أنا فقط أذهب إلى موطن الحاجة الإمام هكذا قال قال إن فاطمة ضربت وماتت من هذا الضرب ربما تلكم النصوص صديقة شهيدة قد يؤول تؤول الشهيدة لكن هذا النص واضح إن فاطمة ضربت وماتت من الضرب من هذا الضرب الذي وقع عليها نص واضح وصريح أنها ماتت من الضرب قتلت قتلت بسبب الضرب فما هو هذا الضرب الذي يقتل إنسانا وفاطمة كانت في ريعان شبابها وما كانت مريضة وكانت مكتملة الخلقة المعصوم نحن نعتقد لا يوجد عيب في بدنه لا يوجد نقص فيه كانت مكتملة الخلقة على أحسن ما يكون وما كانت مريضا والصادق عليه السلام هكذا يخبرنا أنها ماتت من الضرب السؤال هنا كم ضربت إذن يعني القضية ليس قضية صفعة لا بد أن نقف هنا عند هذه الرواية القضية ليس قضية الصفعة مثل ما تقرأ في الأشعار مثلا أو مثل ما تذكر على المنابر يعني إنسان الآن يصفع يموت من الصفعة أو مثلا يضرب بالصوت مرة واحدة يموت من ضربة الصوت الذين دخلوا معتقلات صدام يعرفون كم يتحمل الإنسان من الضرب أنها ضربت وماتت من الضرب فكم ضربت أولا السؤال الأول كم ضربت والسؤال الثاني كم هو شدة هذا الضرب والسؤال الثالث في أي موضع من بدنها ضربت لأنه في بدن الإنسان هناك ما تسمى بالمقاتل هذه المواضع التي إذا ما ضرب عليها الإنسان يقتل فعندنا هنا ثلاثة أسئلة السؤال الأول كم ضربت كمية الضرب والسؤال الثاني عن نوعية الضرب عن شدة الضرب والسؤال الثالث في أي موضع قد ضربت وإلا نحن لا نقرأ الرواية هكذا الإمام الصادق يقول ضربت وماتت من الضرب ونمر عليها هكذا من دون أن نتدبر في دلالتها وأنا هنا لا أريد أن أشرح الرواية ربما أشرحها في وقت آخر لا أريد أن أطيل عليكم لكنني فقط أشير إلى نقاط هذه النقاط في كثير من الأحيان لا تذكر وإنما هناك أصبح مثل كليشة معينة وهذه الكليشة هي التي دائما تذكر على المنابر هناك صورة معينة نص معين وهذا النص هو الذي يتردد دائما لكن الحقيقة البحث في بطون الكتب في بطون كتب التأريخ في بطون كتب الحديث والروايات يكشف لنا عن حقائق كثيرة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية كتب التأريخ وكتب الأخبار تحدثنا أن الهجوم على بيت فاطمة لم يكن مرة واحدة من خلال التتبع في كتب الحديث وكتب الأخبار هناك ثلاث هجومات على بيت فاطمة ليس هجوما واحدة طبعا هذه الهجومات متى وقعت هنا يأتي السؤال هناك ثلاث هجومات ولو كان المقام للتفصيل أنا إن شاء الله هذا المعنى أتناوله في الوقت المناسب إما عبر تلفزيون أو في مجالس أخرى في مجالسنا هنا أتناول هذه المسائل بالتفصيل هناك هناك ثلاث هجومات متى وقعت هذه الهجومات بحسب التتبع في كتب الأخبار كتب الحديث هذه الهجومات وقعت في فترة أقصاها أقصاها عشرة أيام ما بين ستة أيام إلى عشرة أيام ما بين أسبوع إلى عشرة أيام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد يوم الأثنين في الثامن والعشرين من شهر صفر فأنت أحسب من هذا اليوم ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام خلال هذه الفترة وقعت ثلاث هجومات على بيت الزهراء الهجوم القاسي والذي غالبا يذكر هو الهجوم الثالث وإلا حتى في الهجوم الأول هناك في بعض الروايات أن عمر ضربها في الهجوم الأول وهو في يوم البيعة في يوم البيعة ويوم البيعة متى كان يعني يوم بيعة السقيفة يوم بيعة السقيفة إما هو في يوم شهادة رسول الله يوم 28 أو يوم 29 يوم السقيفة إما هو يوم 28 أو يوم 29 فهناك فهناك في بعض الروايات أنه ضربها في هذا اليوم يعني إذا كان في يوم 28 يعني رسول الله مسجّى والزهراء ضربت الهجوم الهجوم الأول والهجوم الثاني كان تهديد ووعيد لكن الهجوم الثالث هو الهجوم القاسي ماذا جرى في الهجوم الثالث أولا الصورة المعهودة في الأذهان والآن حتى الصور التي ترسم توضع كومة من الحطب أمام الباب أبدا الحطب وضع بشكل كثير وغطى البيت بكامله وما موجود نصوص أن الحطب وضع على الباب أبدا النصوص الموجودة في الروايات أن الحطب وضع على كل البيت ما موجود عندنا نصوص أنا لم أشاهد نصوص تقول بأن الحطب وضع على الباب نعم في النصوص أنه كان يرفع بيده فتيلة أو قبسا من نار وسجر النار الموجود عند الحطب الموجود عند الباب عملية الحريق من هنا بدأت صحيح هذا في النصوص موجود أما الموجود في النصوص في الروايات إنهم جاءوا بكمية كبيرة من الحطب بحيث غطوا بها كل البيت كل الدار لذلك ولم يقل أنا أريد أن أحرق الباب قال أريد أن أحرق البيت على من فيه كانوا يهددون بإحراق البيت أنت حينما تضع كمية من الحطب على الباب هل تحرق البيت بكامله لا يمكن هذا قضية تحتاج إلى شيء من التأمل كمية من الحطب على الباب هل تحرق البيت بكامله أبدا فكانت كمية الحطب ضخمة جدا وهنا تسأل يأتي سؤال هذه الكمية كم شخص جاء بها دائما حينما يكون الحديث يكون الحديث عن شخصين ثلاثة في كتب الأخبار وهذا الخبر حتى وجدته في كتب المخالفين عدد الذين هاجموا بيت فاطمة ثلاث مئة الذين هاجموا بيت فاطمة ثلاث مئة أنا قلت قبل قليل أنا هنا لا أريد الحديث عن مصيبة فاطمة أريد أن نعرف على من نبكي ولماذا نبكي ثلاث مئة الذين هجموا على بيت فاطمة هؤلاء هؤلاء لو كل واحد يحمل معه حزمة من الحطب أنت تصور كمية الكمية من الحطب حتى لو كان حزمة بسيط والكتب ماذا تقول جاءوا بالحطب الجزل لا بد من الالتفات إلى هذا الوصف هذا الوصف موجود في كل الأخبار التي تحدثت عن عملية الهجوم على بيت فاطمة جاءوا بالحطب الجزل لأن الحطب أنواع هناك ما هو سريع الاشتعال هناك ما هو بطيء الاشتعال الحطب الجزل ما هو الحطب الجزل وارجعوا إلى كتب اللغة هذا نوع من أنواع الحطب مثل ما الآن عندنا أنواع مختلفة من الوقود التي تستعمل في أنواع مختلفة من الطاقة الناس أيضا كانوا يستعملون أنواع مختلفة من الحطب لأنهم يأتون به من أشجار مختلفة أيضا الحطب الجزل هو الحطب الذي يكون سريع الاشتعال شديد الاشتعال وتبقى جمرته متوهجة إلى فترة طويلة هذا هو الحطب الجزل وكل الروايات التي تحدثت يعني قضية مدروسة قضية محسوبة ليست بعيدة الصور تفخيخ بيوت شعة أهل البيت الآن وتفجير العمارات نفس العملية نفس العملية القضية واضحة هذه عملية تفخيخ في ذلك الوقت ما كان موجود الديناميت والTNT كان موجود الحطب الجزل وهذا أخطر أنواع الحطب ثلاثمائة يحملون هذه الكميات من الحطب ووضعوها في محيط البيت وأنتم تعلمون بيت فاطمة كان بابه على مسجد رسول الله يعني يريدون أن يحرقوا بيت فاطمة مع المسجد وأيضا رسول الله متفون في المسجد نفس العملية نفس القضية مثل ما هدم البقيع وخرب نفس القضية نفس المسألة الأمر هو هو القضية هي هي لكن هل يعتبر الشيعة لا أعتقد ذلك الشيعة هل يعتبرون التجارب تقول لا وإلا الأمر هو هو ونفس التفاصيل ثلاث مئة يقودهم عمر هكذا تقول الروايات وجاءوا بالحطب الجزل ووضعوه في محيط البيت غطوا به البيت تلاحظون الصورة مختلفة جدا عن كليشة معينة تعرض دائما تردد على المنابر والسبب ما هو السبب هو الابتعاد عن حديث أهل البيت وإلا هذه المعاني كلها موجودة في كلمات أهل البيت هذه المعاني أنا من أين جئت موجودة في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم ما الذي جرى هناك قضية تتردد ومعروفة هذه القضية تعرفونها إن فاطمة صلوات الله عليها دخلت على أبي بكر فانفردت به وحاججته فكتب لها كتاباً سكاً بفدك معروفة هذه القضية فلما خرجت من عندي أبي بكر صادفها عمار فسألها عن الأمر قد يكون هذا الأمر مدبراً عرف بالأمر من طرف آخر سألها قالت كتب لي أبو بكر هذا السك هذا الكتاب يشهد لي بأن فدك اللي قال أرني فأخذ الكتاب منها معروفة أنه رفسها في خاصرتها ولطمها على وجهها وخرق الكتاب فقالت له بقرت كتابي بقر الله بطنك هذه القضية أنتم تعرفونها وربما تذكر على المنابر لكن قضية ثانية لا تذكر وهذه موجودة في رواياتنا رواية عن المفضل ابن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه رواية مفصلة أنا فقط أشير إلى موطن الحاجة الرواية موجودة في الجزء الثالث والخمسين من كتاب بحار الأنوار وفي مصادر أخرى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن فاطمة كان عندها كان عند فاطمة صك من رسول الله كان هناك صك من رسول الله كتاب سند من رسول الله أنه قد أعطاها فدك الرواية عن الإمام الصادق تقول وعلى مشهد من قريش والمهاجرين والأنصار هكذا يقول الإمام على رؤوس الأشهات قال قال لها أين هذا الكتاب الذي تقولين إن أباك قد كتبه لك الإمام يقول أخذ منها الكتاب فماذا فعل فبصق فيه تفل في الكتاب فبصق في الكتاب ثم خرقه هذه الرواية أعتقد أن الكثير منكم إن لم يكن كلكم قد سمع بها هذه موجودة في أحاديث أهل البيت يعني القضية أبعد من قضية أنه إنها معاشر الأنبياء لا نورث هذه دعايات سياسية فقط هناك سك مكتوب سند مكتوب من رسول الله القضية ليس قضية أحاديث موضوعة هذه قضية إعلامية هذا تهويش إعلامي وفقا لهذه الرواية يعني أن الزهراء تملك فدك بسند رسمي وفقا للقوانين الموجودة في هذا الزمان تملك سندا رسميا من أعلى سلطة في الدولة من رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ الكتاب بصق فيه ومزقه وخرقه وهذا الذي وصل إلينا أما الذي لم يصل إلينا فالله أعلم ليس كل شيء وصل إلينا من من الذين ضربوا فاطمة كم واحد ضرب فاطمة عندنا رواية رواية رويها المؤرخ مقاتل ابن عطية كم واحد أنت تصور كم واحد أنا سأذكر أسماء وسأذكر أرقام بحسب رواية مقاتل ابن عطية كم واحد ضرب فاطمة يقول فصاح فيهم عمر أضربوا فاطمة فضربوها جميعا كل الموجودين صاح فيهم عمر أضربوا فاطمة فضربوها جميعا كل الموجودين قبل قليل قلنا ثلاث مئة عدد الذين هاجموا الدار فليكن الذين ضربوها خمسون هذا الضرب الذي أماتها إمام صادق عليه السلام يقول ماتت من الضرب أي ضرب يعني هذه الصفعة هذه الصفعة لا تميت وحينما يزدحم مجموعة من الجبناء على امرأة قطعا سيكون الضرب ليس فقط بالأيدي بالأيدي وبالأرجل وبكل شيء حينما تكون مجموعة كبيرة من الناس ويكون تدافع يكون الضرب بكل شيء وفقا لهذه الرواية رواية مقاتل ابن عطية أنه صاح أضربوها الرواية تقول ضربوها جميعا كل الموجودين اشتركوا في هذه الحفلة الروايات ذكرت لنا أسماء من الذين ضربوها طبعا دائما يتبادر إلى الذين إن الذي ضربها عمر صحيح عمر ضربها وضرب الزهراء أكثر من مرة ورفس الزهراء أكثر من مرة وروايات موجودة عندنا طبعا هذا ليس غريبا أنا هنا لا أريد أن أذكر مصيبة أبدا أنا فقط أريد أن أقول نحن حينما نبكي على فاطمة لماذا نبكي ما الذي جرى عليها قد يقول قائل ولا أدري من أين يأتون بهذه الأقوال إنه ليس من المعقول ليس من المنطقي أن الصحابة يضربون فاطمة وأن عمر من صحابة رسول الله لا يمكن أن يضرب فاطمة هناك كلام يقال مثل هذا الكلام أنا فقط أريد صورة تأريخية سريعة مثلا عن حياة عمر حتى عن حياة البقية هناك صور في التأريخ لكن صور سريعة عن حياة عمر وهذا من كتب القوم ليس من كتبهم ليس من كتبنا من كتب القوم هذه الأحداث التي سأنقلها لكم عمر بن الخطاب هو بنفسه يتحدث كيف قتل ابنته وأظن أن كثيرا منكم سمع هذه القضية ولدت له بنت فأمها أخفتها لما جاء لقتلها في أيام الجاهلية قبل الإسلام أمها أخفتها وأخذتها إلى بيت أخوالها فلما سألها قالت إنها قد ماتت وكبرت البنت في بيت أخوالها بعد مدة لما كبرت طفلة وكانت جميلة فأمها جاءت بها قالت إن أباها إذا نظر إليها سيرق قلبه عليها وفعلا جاءت بها إلى البيت ورآها عمر وسكت لكن بعد أيام أخرجها قال ابني تعالي معي أخرجها إلى أين إلى الصحراء وأخذ معه زنبيل وأخذ معه معول وحفر لها قبرا والطفلة لا تدري وكان يحفر ويخرج هو يصف هذه الحالة لست أنا في كتبهم موجودة هذه الأخبار كان يخرج من الحفرة وعلى لحيته تراب فكانت الطفلة تنكت هذا التراب عن لحيته وتضاحكه بعد أن أكمل الحفيرة قال لها بني أنظر في الحفيرة ودفعها في الحفيرة وأهال عليها التراب هذا مع بنته هذا رقم واحد رقم اثنين لما أسلمت أخته وكانت سراً قد أسلمت فلما عرف بخبرها وجاء إلى بيت أخته لطمها لطمة على وجهها أدماها أخذت تنزف دمًا وقالت له إننا أسلمنا على رغم أنفك يا عدو الله هذا مع أخته الرواية موجودة في السيرة النبوية في كتب السيرة النبوية السيرة النبوية لابن دحلان ولغيره أبو بكر ينقل الخبر عمر أيام تعذيب أصحاب النبي بأي شيء كان يشتغل ما هو اختصاصه اختصاص تعذيب النساء الرواية عن أبي بكر الرواية عن أبي بكر أنه مر بجارية بني مؤمل هذه جارية أسلمت من كان مسؤول عن تعذيبها عمر بن الخطاب فكان يعذيبها ويضربها ضربا متواصلا ولا يقف عن الضرب حتى يمل فيقول لها كما تقول الرواية إني أعتذر إليك إني لم أترك إلا عن ملاله يعني أنا مللت من ضربك أذهب أرتاح وأعود مرة ثانية هذا مع المسلمات قبل أن يسلم بعد أن أسلم أيضا حوادث كثيرة وهناك حوادث حتى قبل إسلامه غير هذه الحوادث لكنني لا أريد أن أجعل الحديث عن عمر في هذا المجلس بعد أن أسلم هناك رواية الحقيقة هذه الرواية أنا أحفظها ربما قبل عشرين سنة أو أكثر لكنني راجعتها قبل أن أأتي إليكم ربما بنصف ساعة شكك قلت ربما هذه الرواية الجماعة رفعوها مثل ما علست أشياء كثيرة قلت ربما علست هذه الرواية لكنني وجدتها موجودة في سنن ابن ماجة في الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 2009 في باب ضرب النساء وموجودة في مصادر أخرى أنا قرأتها فيما سبق من الأيام في مسند ابن حنبل وفي غيرها الرواية رويها الأشعث ابن قيس من جماعتهم منهم وبيهم الأشعث ابن قيس الأشعث ابن قيس يقول بدت ليلة عند عمر بن الخطاب وفي جوف الليل يعني نص الليل وفي جوف الليل وفي جوف الليل قام على زوجته فضربها ناس نايمة نص الليل يعني هذا حجي الناس نايمة وفي جوف الليل قام على زوجته فضربها فقمت فحجست بينهما فلما جاء أينا قال اسمع يا أشعث احفظ عني هذا الحديث عن رسول الله رأسا ترتب فتحديث ثم رتب اسمع يا أشعث احفظ عني فإني قد سمعت رسول الله يقول لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر والثالثة نسيتها هو يقول حديث هكذا شغلة مرقعة واضحة يعني هذا حديث هو يعني واضح أي واحد ينظر إلى هذا الحديث الحديث موجود ذكرته مصادره قال لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر وتر يعني صلاة الوتر والثالثة نسيتها حقيقة أنا حضرت في ذهني قضية مذكورة عن أشعب أشعب الطماء معروف يقال أطمع من أشعب من أمثال العرب كان في زمان بني أمي عاش في زمان فترة من خلافة عمار فترة من خلافة عثمان وفي زمان بني أمي يقولون مرة قالوا له حدثنا يا أشعب يعني أنت رأيت بعض الصحابة حدثنا فقال أحدثكم حدثني عكرمة قال رسول الله أن للمؤمن خصلتين وسكت قالوا حدثنا يا أشعب ما الخصلتان قال وحدة نساها عكرمة وحدة أنا نسيت إن للمؤمن خصلتان فواحدة نساها عكرمة الخصلة الأولى والخصلة الثانية نساها أشعب فما أشبه هذا الحديث بحديث أشعب يحدث عن رسول الله أنه لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأة ولا تنم إلا على وطر والثالث نسيتها هذا مع زوجته مع عائلة أبي بكر في اليوم الذي مات فيه أبو بكر اجتمعت عائلة أبي بكر عند عائشة في بيتها مجلس عزاء ونياحة هذا يجوز هنا النياحة على الميت فمجلس عزاء ونياحة النساء ينحن على أبي بكر عمر دخل في وسط النساء كان معروف بيده العصى الدرة معروف درته كان يضرب فيها الرجال والنساء لو أريد أن أحدثك عن عدد الصحابة الذين ضربهم نحتاج إلى الصباح نتكلم في هذا الموضوع أحد المرات مثلا غضب على أبي موسى الأشعري مثال هذا يعني على السريع غضب على أبي موسى الأشعري فقال لجلاوزته قال لهم جيءوا به ركضا فحطوا فحطوا يعني جيءوا به ركضا فجاءوا به يسحلونه يسحبونه من بيته ركضا هكذا كان يتعامل مع الصحابة حوادث كثيرة الكلام هنا ليس عن هذا الموضوع دخل على بيت أبي بكر على نساء أبي بكر ضرب النساء لاحظوا الصور يعني هذه صور همجية دخل على النساء ضرب النساء بالعصاء التي بيده ثم أخرج أم فروة أم فروة واحدة من بنات أبي بكر أخرج أم فروة إلى الشارع أمام الناس بدون ملابس ضربها في الشارع لأنها لأنها تلاسنت معه نفس الشيء حينما مات خالد بن الوليد دخل على بيت خالد بن وليد وضرب النساء وضرب النائحة والنائحة بسبب الضرب تكشفت سقط قناحها سقطت ثيابها فغلام عمر خجل رجع قال لا أضربها فلا كرامة لها والحوادث مثل هذه كثيرة جدا فالذي طريقة التعامل مع بنت مع أخت مع زوجته مع نساء الآخرين والقصة معروفة هذه المرأة التي أرسل إليها عمر كي يسألها سؤال فأرعبها فأسقطت وهذه مذكورة في كتبهم الفقهية هل الدية تكون على عمر أو على بيت مال المسلمين ومسألة تناقش في الكتب الفقهية أرسل على عمر كي يسألها سؤال بأي طريقة سألها المرأة خافت وأسقطت شخص هذه طبيعته لماذا يستغرب أن يفعل بالزهراء مع الحقد على أهل البيت هذه شواهد من كتبهم من كتب القوم نحن كيف نعرف سليقة الإنسان وهذا ما جاء مفلترا التأريخ فلتر كتب تأريخهم فلتروها هذا بعد ما فلتروه سبعين مرة ظلت هذه الوصاخة وإلا إذا كانت القضية قبل الفلترة الله أعلم كم يصل إلينا هذه القضية بعد الفلترة هذه كم فلتر مرت فيه كتب التأريخ وحرفة الروايات والأحاديث وعبث ما عبث بالتأريخ وبعد كل هذه الفلاتر وصل إلينا هذا فلماذا يستغرب الإنسان حينما نقول إنسان كريم كيف نعرف أن هذا الإنسان كريم ليس لمجرد حادثة واحدة لابد أن تصدر عنه حالات كثيرة وأحداث كثيرة يصدر فيها فعل الكرم نقول هذا كريم أما إذا حالة واحدة لا نقول عنه كريم هذا بعد الفلترة وهذه الحالات الكثيرة الموجودة ماذا تكشف تكشف عن القسوة عن سوء الخلق عن الهمجية فشيء طبيعي حينما يكون الصراع صراع على السلطة شيء طبيعي يفعل بفاطمة ما فعل بها صلوات الله وسلامه عليها المجلس طالبنا أشير إلى مطالب سريعة وإلا هناك مسائل كثيرة كان بودي أن أطرحها من الذين ضربوا فاطمة معروف عندكم عمر بن الخطاب ضرب فاطمة وضربها بعدة حيئات ومن الذين ضربوا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قنفث وهذا معروف عندكم أيضا لكن من الذين ضربوا فاطمة حد الإدماء إلى الإدماء أدماها من هو المغيرة ابن شعبة والرواية موجودة الرواية موجودة رواية مفصلة موجودة رواية في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطابرسي رحمة الله عليه والرواية عن الإمام الحسن المشتبى هو يتحدث عن أمه هو رأى ذلك بعينه الإمام الحسن ابنها الأكبر هو الذي يتحدث وقال هذا الكلام للمغيرة وبمحضر من معاوية وبمحضر من عمر بن العاص وبمحضر من كل بني أمية وعمر بن عثمان بن عفان بمحضر مجموعة من الأمويين والعاصيين قال له وأنت يا مغيرة والكلام طويل أنا فقط أشير إلى موطن الحاجة قال ضربت فاطمة حتى أدميتها إذلالا منك لرسول الله هكذا قال له قال ضربت فاطمة حتى أدميتها أنا قبل قليل قلت الضرب الذي يميت أي ضرب وهذا الضرب ضربت الإمام يقول هذا كلام الإمام الحسن عليه السلام ضربت فاطمة حتى أدميتها إذلالا منك لرسول الله هذا أيضا صحابي من أجلة الصحابة والثلاثمئة الذين جاءوا كما قلت قبل قليل كلهم مشتركوا في ضرب فاطمة صلوات الله وسلامه عليه لأن فاطمة ضربت على وجشها فاحمرت عينها صلوات الله وسلامه عليها وكذلك ضربت على عضدها العضد أعتقد تعرفون معنا العضد هو ما بين المرفق إلى المتن إلى الكتف هذه المنطقة تسمى العضد فضربت هنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء من أقوى الحجج والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج الدملج هو نوع سوار تلبسه المرأة هنا الذي تلبسه هنا في الزند يسمى سوار والذي تلبسه المرأة هنا يسمى دملج الروايات تقول وعن أمير المؤمنين هذه الرواية إن هذا الأثر الذي كمثل الدملج بقي في عضد فاطمة إلى أن ماتت كم هي شدة هذه الضربة تتصور يعني المسافة مسافة شهرين أو أكثر من شهرين كم كانت شدة هذه الضربة التي تبقى طيلة هذه المدة الرواية عن أمير المؤمنين هو قال قال هذا الأثر الذي كمثل الدملج بقي في عضد فاطمة إلى يوم وفاتها إلى يوم شهادتها إلى أن ماتت من ذلك الضرب وضربت على متنها وكان الضرب على متنها شديدا جدا إذ رق متنها وسودّمت نها ولكن أكثر شيء آلم الزهراء شيئين أكثر شيء آلم الزهراء شيئين العصرة أبيات السيد محمد بن السيد مهدي القزويني رحمة الله عليه في منظومته حديث الكساء الشريف وعجباً يستأذن الأمين وعجباً الأمين رسول الله وعجباً يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون وعجباً 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 يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي 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 وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعايةً للستر والحجاب فمذرأوها عصروها عصرة كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة اسنديني فقد وربي قتلوا جنيني العصرة كانت أكثر علماً على فاطمة في بعض الروايات وضع ظهره على الباب ورجله على الجانب الثاني وضع ظهره على الباب وكان يعلم بأنها خلف الباب فوضع ظهره كان طويل القامة كان طويل القامة كان قوياً كان قوياً في بدنه لكنه كان فراراً في الحروب ما كان يملك شجاعة الشجاعة وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْصَدْرَهَا خُزَانَةَ الْأَسْرَارِ كلام في غاية الدقة للشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ نحن ماذا نعرف عن خبر المسمار الخبر أين موجود سلصدرها خُزانة الأسرار هذا الخبر عند الحجة ابن الحسن هو يعرفه هذا المسمار مثل ما نبت في صدر فاطمة هو نابت في قلب الحجة ابن الحسن الشيء الثاني طبعاً الحديث عن الآلام الجسدية التي تعرضت لها الزهراء طويل ولا أظن أني سأتمكن من ذكر كل التفاصيل لكن الشيء الذي كان أكثر ألماً آلم الزهراء طبعاً عمر في الروايات أخذ غمدة سيف خالد بن الوليد والغمد من أين يصنع؟ عادةً يصنع إما من الخشب ويلف بالحديد أو بالجلد أو يصنع من الخشب والحديد أخذ الغمد وضربها ضرباً شديداً يعني بمؤخرة السيف ضربها ضربة قوية جداً لذلك الشيخ محمد حسين الأصفهاني يلتفت إلى هذه النقطة التفاة دقيقة جداً في منظومة الأنوار القدسية ويقول وَوَكْزُوا نَعْلِ السَّيْفِ في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها نحن لم نتحدث عن الضلع المكسور لم نتحدث عن معاني أخرى كثيرة الكلام طويل الكلام طويل ولا أستطيع أن أفي الموضوع حقه في هذه العجالة هناك آلام كثيرة رأس الزهراء ضريب صدر الزهراء ضريب جنين الزهراء أسقط وفعل معها ما فعل لذلك إمامنا الصادق يقول إنها ماتت من الضرب هذه الكلمة لا يجوز لنا أن نمر عليها جزافا إمامنا المعصوم هو يقول يقول إنها ماتت من الضرب فلا يمكن أن نمر على هذه الكلمة جزافا لكنني أقولها وأقولها دائما صحيح الآلام جرت على الزهراء وصحيح الضرب وقع على بدن الصديقة وصحيح أم الحسن والحسين كسروا ضلعها وصحيح بنت محمد المصطفى روحه التي بين جنبه سطروها على وجهها وعلى عينها وصحيح 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 لكن الآلام الحقيقية هي في قلب أمير المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الظلامة الحقيقية هي ظلامة سيد الأوصياء هذه الآلام كانت تجري بشكل مضاعف على قلب أمير المؤمنين ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي عن قريب يهدرك ناك علي هذا علي هذا الذي قلع القموس باب خيبر علي هذا حينما قلع الباب في بعض كتب الأخبار في البداية اتخذه درقة درقة تعرف ما معناها يعني هذه قطعة الحديد المدورة التي يحملونها لصد ضرب السيوف علي هذا رفع هذا الباب وجعلها كالدرقة كانت كريشة بيده لما ألقاها على الأرض كتب المؤرخين من كتبهم هم يقولون أكثر من أربعين رجل أرادوا أن يرفعوها عن الأرض ما استطاعوا إلى هذه يشير ابن أبي الحديث يا قال على الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعون إلى هذه القضية أكثر من أربعين رجل أرادوا فقط يحركوها من على الأرض علي هذا يقول له رسول الله سيهد ركناك عن قريب الركن الأول رسول الله والركن الثاني فاطمة وقد هد علي هد علي هد علي حين يرى فاطمة لما أخرجوه بالحبال ملببا وقد اجتمعوا حولها قنفذ وأضراب قنفذ بالسياط يضربونها أبان ابن تغلب ينقل ينقل عن سليم بن قيس سليم بن قيس ينقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أيامه وهذه تعد من مناقبه في كتبهم أنه حاسب عماله وناصفهم في أموالهم حتى أرسل على أبي هريرة وأبو هريرة كان حافي فولاه على البحرين فلما جاء به إلى المدينة كي يحاسبه كان عنده 24 ألف من الأموال فناصفه ناصف عماله لكنه لم يحاسب قنفذ بل زاد على أمواله سليم يسأل الأمير عن هذا الأمر أنه لماذا عمر حاسب كل عماله ولم يحاسب قنفذ بل زاد له على ما عنده من الأموال الرواية تقول الأمير اغرورقت عينا بالدموع قال هذا لضربه لفاطمة هذه محفوظة له هذه كرامة لذلك الموقف هذه حفظها له لتلك الكرامة ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى الشيخ هنا محمد حسين إصفهان يشير إلى هذه القضية لأن الإمام كان يرى فاطمة تضرب وأخرجوه وهو مقيد بحبال الوصية قضية معروفة في روايات أهل البيت وربما في وقت آخر نتحدث عن ما هو المقصود أنه كان مقيدا بحبال الوصية هذا أيضا موضوع بحاجة إلى تفصيل شرح بيان وتحدث عنه أهل البيت كثيرا وموجود في رواياتنا بشكل واضح ومسهد وإن شاء الله إذا صارت فرصة أتحدث عن هذا الموضوع ولذلك الآلام هذه الآلام كانت كلها مجموعة في قلب سيد الأوصية لكن من أكثر اللحظات لوعة على قلب سيد الأوصية حين سجى فاطمة ونادى حسنا وحسينا بني حسن بني حسين تعالى وتزود من أمكما ووقع على صدرها الشريف والرواية معروفة وأنتم تعرفونها لما وقع على صدرها الشريف ماذا يقول أمير المؤمنين يقول أشهد الله لقد أخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها الشريف والنداء من السماء النداء من العرش أن يا علي نحل حسنين عن أمهما فقد أبكي هذه اللوعة لوعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأنا هنا أقسم على الله سبحانه وتعالى بلوعة أمير المؤمنين أن يعجل في فرج إمام زماننا اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اش في صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام اللهم إنا نقسم عليك بفاطمة وبلوعة فاطمة أن تكتبنا في الفاطميين وأن تحشرنا مع الفاطميين وأن تميتنا على محبة فاطمة أن نحيا محيا فاطمة وآل فاطمة وأن نموت ممات فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد عجل واجه وغلال عجل واجه وغلال